مرحبا جميعا اليوم نقدم لكم فرض الفصل الثاني في مادة الاجتماعيات أو التاريخ والجغرافيا للسنة الرابعة متوسطة النموذج الثاني الوضعية الأولى في مادة التاريخ طلب مننا أن نكمل الجدول التالي بما يناسبه الجدول فيه ثلث خانات المقاومة الشعبية تاريخ اندلاعها وقائدها أو زعيمها المقاومة الشعبية الأولى هي مقاومة المقراني وهنا مدلنا القائد من تحفقد لازم نكمل تاريخ اندلاعها مقاومة الأوراس 2018 سننذكر القائد من تاحا ومقاومة الهوغار أو التوارق ونذكر تاريخ اندلاعها وقائدها أو زعيمها الوضعية الثانية أثناء الحرب العالمية الثانية قامت الحركة الوطنية بتحرير وثيقة سياسية تم تسليم نسخة منها للحلفاء ونسخة للحكومة الفرنسية المطلوب واحد ما هي الوثيقة التي أصدرتها الحركة الوطنية ثانيا ما هو موقف الحلفاء من الوثيقة وثالثا ما رد الفعل الجزائري من هذه الردود الوضعية الثالثة بعد فشل المقاومة المسلحة في القرن التاسع عشر ميلادي في تحرير الجزائر لجأ الشعب الجزائري إلى تبني المقاومة السياسية المطلوب أو منسميها بالحركة الوطنية المطلوب أولا حدد الإطار الزماني للمقاومة السياسية ثانيا ما الفرق بين المقاومة السياسية والمقاومة المسلحة ثالثا أذكر الوسائل التي استعملتها هذه المقاومة أو المقاومة السياسية الوضعية الإزماجية السياق بمناسبة يوم الشهيد المصادف لثمانية عشر في بري أحيت مؤسستك حفلا تخليدا للذكرى وقد توقفتم عند محطة هامة في تاريخ الجزائر وهي هجومات الشمال القسنطيني حيث طلب منكم أستاذ التاريخ كتابة فقرة حول هذا الحدث تبين فيها إطاره الزماني والمكاني وكذلك الأهداف التي برزها هذا الحدث السند 1 يجب أن نتحمل الأعباء مع الأوراس وإذا بقيت العمليات مكثفة هناك وبقي الأوراس وحده فسوف تضيع الثورة السند 2 يمثل لنا الشهيد زيغود يوسف التعليمة اعتمادا على السندين 1 و2 ومكتسباتك القبلية اكتب فقرة تتكون من 12 سطر ترد فيها عن طلب أستاذك الجغرافيا الوضعية الأولى عرف المصطلحات التالية الدخل الوطني الخام ثانيا النزوح الريفي وثالثا الميزان التجاري الوضعية الثانية واحد علل ما يلي رايحين نقولوا لماذا أولا عدم تحقيق الجزائر للاكتفاء الذاتي ثانيا تناقص الكثافة السكانية كلما اتجهنا جنوبا وثالثا تراجع الحركة الديمغرافية في الجزائر في السنوات الأخيرة الوضعية الثالثة طلب مننا تصنيف العبارات التالية في الجتول أننا هنا مجموعة من العبارات رايحين نصنفها هل هي موارد متجددة أو غير متجددة عندنا الثروة المعدنية الغابات الطاقة الشمسية والمحروقات ننتقل الآن إلى جزء الإجابة بعد قراءة الموضوع الوضعية الأولى أكمل الجدول التالي بما يناسبه عندنا ثلث مقاومات شعبية تاريخ اندلاعها وقائدها مقاومة المقراني بدأت أو اندلع عصف 1871 وقعدت سنة كاملة من 1871 إلى 1872 قائدها هو محمد المقراني مقاومة الأوراس تاريخ اندلاعها هو 1879 قائدها هو محمد أمزيان بن عبد الرحمن مقاومة الهوغار أو التوارق تاريخ اندلاعها هو 1881 وقائدها هو الشيخ أمود بن مختار الوضعية الثانية الإطار الزماني لمقاومة سياسية كان من 1919 يعني من أول حزب والإخاء الجزائري إلى 1954 ثانيا ما هو الفرق بين المقاومة السياسية والمقاومة المسلحة المقاومة السياسية هي مقاومة سلمية أو ما يسمى بالكفاح السياسي أي بكل وسائل السلمية يعني تجنب العنف أما المقاومة المسلحة هي الكفاح بواسطة مختلف أنواع الأسلحة الوسائل التي استعملتها هذه المقاومة أو المقاومة السياسية تعددت هذا السؤال يتكرر بزاف الأحزاب الجرائد المجلات الصحف النوادي ثقافية والجمعيات الوضعية الثانية اسم الوثيقة التي أصدرتها الحركة الوطنية هي البيان الجزائري أو بما يسمى بيان 10 فيفري 1943 ثانيا موقف الحلفاء من الوثيقة رفض الحلفاء البيان واعتبر القضية قضية داخلية تخص فرنسا وحدها أما رد الفعل الجزائر من هذه الردود هي توحيد الاتجاهات السياسية وتأسيس حركة أحباب البيان والحرية في 14 مارس 1944 الوضعية الإدماجية شهدت الثورة التحريرية الجزائرية منذ اندلاعها منعطفات كثيرة حيث تعتبر هجومات 20 أوت 1955 على الشمال القسنطيني منعطفا تاريخيا هاما في مسيرة ثورتنا فمتى وأين وقعت هذه الهجومات وما هي الأهداف التي ترتبت عنها بعد اندلاع الثورة التحريرية ردت فرنسا بفرض حصار على منطقة الأوراس فحاول زيغود يوسف تنظيم هجومات عسكرية في كامل التراب الوطني غير أن خطورة القرار وظروف الثورة في تلك الفترة لم تسمح بهجوم شامل على كامل التراب فاكتفى بتنظيمه في المنطقة التي كان يقودها وهي المنطقة الثانية أي الشمال القسنطيني حيث اختار الثوار منتصف نهار السبت عشرين أوت الف تسعمائة وخمسة وخمسون وهي أمسية راحة للفرنسيين وسوق مدينة سكيكدا حيث استمرت حتى سبع وعشرون أوت وشملت كل من سكيكدا القل الحروش وادة أزناتية غالما ميلا قسنطينة الخروبة فالتحمت المنطقة الأولى والثانية وكانت من بين أهدافها توسيع نطاق الثورة وتأكيد شعبيتها وتأكيد على استمراريتها وشموليتها في أنحاء الوطن وكذا مواجهة استراتيجية سوستال الهادفة إلى فصل الشعب عن الثورة ومحاولة دعم الثوار في الأوراس نتيجة الضغط المصلت عليهم وكذلك لفت انتباه الرأي العام الدولي للقضية الجزائرية والتضامن مع الشعب المغربي في ذكرى النفي ملكه في 20 أوت 1955 تعتبر هجومات الشمال القسنطيني نوفمبرا ثانيا وإيذانا بانتهاء فترة السرية والتكتم والتردد الوضعية الأولى في الجغرافيا تعريف المصطلحات التالية الدخل الوطني الخام ماذا نقصد به؟ هو مجموع القيم المضافة التي ينتجها مواطنو الدولة أو سكان الدولة في كل المجالات داخليا وخارجيا النزوح الريفي ما هو هو هجرة السكان من الريف إلى المدينة بحثا عن أوضاع معيشية أفضل الميزان التجاري هو الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات خلال السنة الوضعية الثانية سوف نعلل قال لنا في العبارة الأولى لماذا الجزائر لم تحقق الاكتفاء الذاتي؟ أولا اعتمادها على التساقط ولكن التساقط في الجزائر أو تساقط الأمطار يتعرض إلى تذبذوب مستمر ثانيا الاعتماد على الطرق التقليدية البسيطة ونقص تأهيل لدى الفلاحين وثالثا السقيع تناقص الكثافة السكانية كلما اتجهنا جنوبا يعود ذلك إلى مجموعة من العوامل نذكر عندنا أولا طبيعية أي المناخ في الجنوب كان الصحراء يعني رح يكون مناخ غير معتدل وفي الشمال المناخ يكون معتدل الكثافة السكانية في الشمال أكيد بزاف من الناس يحين يروحوا أو يتوجهوا للشمال لمناخه المعتدل ثانيا الاقتصادية عدم توفر مناصب الشغل مقارنتين مع الشمال تراجع الحركة الديمغرافية في الجزائر في سنوات الأخيرة يعود إلى سبب سياسة التخطيط أي ما يسمى بالأسرة السعيدة ولا تنظيم النسلة الوضعية الثالثة سوف نقوم بتصنيف العبارات إلى سواء موارد متجددة أو غير متجددة لدينا أولا الثروة المعدنية من الموارد الغير متجددة المعادل مثلا الفضل عندما ذهب عندنا هل يتجددوا؟ أكيد لا عندنا الغابات أكيد موارد متجددة الطاقة الشمسية موارد عدن موارد متجدد وعندنا المحروقات أكيد غير متجددة الموارد الغير متجددة نقدر نلخصهم في المعادل والمحروقات وأخيرا نقرأ على مسامعكم مجموعة حكم مرتبة لإدراك قواعد معرفية تحتاجونها في حياتكم اليومية لا صلاحة لأمة فسدت منابت أطفالها منابت هي المحاضن أي الحاضنة الأسرة من الدرجة الأولى أي الوالدين أطفالك يرون ما تقوم به ليس ما تقوله لهم ربي ابنك كما تشاء انصحه كما تشاء عظه كما تشاء لا يمكن أن يكون إلا كما تعيش غالبا النصيحة التي تكره سماعها هي النصيحة التي تحتاجها أشكركم جزيل الشكر وبالتوفيق سلامة